بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم معكم أخوكم عابر أسامة الشاب من ولاية وهران اليوم جينا نتحت على موضوع خاص وهام يهم الشباب الجزائر كافة وهي الآفات الاجتماعية وعلى رأسها المخدرات هذه الآفات التي تهدد مجتمعات جميعا لكن احنا في بلادنا الحمد لله انطلاقا من رؤية سليمة وواضحة الأبعاد وبفضل السياسة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون قدرت الجزائر تقفز قفزة نوعية في هذا المجال وتكفلت فيه من جوع نواحي إذا تكلمنا عن الجانب القانوني الصحي التكفل النفسي والاجتماعي إذا تكلمنا من الجانب القانوني أكد المشرع الجزائري وبترسانة قوية من القوانين في محاربة الآفات الاجتماعية يترأسها القانون 05-23 المعدل والمتمم للقانون 18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجارة الغير مشروع بها هذا القانون الذي يعد آدات قوية للسلطات القضائية لإخضاع الشاب المدمن للعلاج بدل العقاب وإن تكلمنا على الجانب الثاني ترشح الرجل التزم فوعد فوافى فور ترأسه للرئاسة الجمهورية بشر مهامه ففي 2020 أصدر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وإدمانها 2020-2024 هذه الاستراتيجية التي يعكف عليها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها تحت السلطة السيادية وزارة العدل هذه الاستراتيجية الهدفها الأساسي هي التصدي للعرض ومكافحة الطلب لكن كيفاش نجسدها؟ أخذ السيد رئيس الجمهورية أنذاك على عاتقه خطة العمل وهي إشراك جميع القطاعات الوزرية الفوعل الشبابية والمجتمع المدني وهنا تتجسد سياسة التشاركية حيث كانت التزاماته في الالتزام رقم 8 وإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني هذا المرصد الذي على عاتقه التوعية والتحسيس إلى غير ذلك ومن تم في الالتزام رقم 11 إنشاء هيئة تمثل الفئة المستهدفة ألا وهي المجلس الأعلى للشباب هذا المجلس الذي فيه في طياته لجنة متخصصة وهي اللجنة الاجتماعية التضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم شفنا أعضاء هذه اللجنة رفقة الشباب يجبون ربوع الوطن في المراكز الوسيطة لمعالجة الإدمان لاستماع في جلسات خوارية لهذه الشباب اللي رهم يعاجوا من تم رفعها عبر تقارير وتوسيات واقتراحات إلى السيد الرئيس الجمهورية الذي بدوره يجسدها على أرض الواقع وإذا تكلمنا على المنظومة الصحية تعززت المنظومة الصحية ب46 مركز وسيط لمعالجة الإدمان موزة على التراب الوطني مهامه هي المرافقة التكفل الطبي النفسي والعلاجي وكل هذا عن طريق العلاج الخارجي أما المنظمات الاستشفائية المتخصصة في إزالة السموم فتتوسع جزائرنا على ست مراكز متخصصة إيماناً منا بالاستقلال والاستمرار والاستقرار ونحن خلف شهداء طورتنا الكبرى يحضرني مقولة الشهيد ديدوش مراد حين قال نحن خلقنا لنستشهد فدافعوا عن أرواحنا وأكملوا مسيرتنا ومن دورنا كشباب لنا مرجعية تورية من أجل جزائر اليوم وغد أن نقف جميعاً اليد في اليد لندعم مرشح الشباب عم تبون من أجل جزائر منتصرة ولنا عدة تطلعات في ذات المجال مثل مراجعة قانون الأساسي للأطباء الذين يعملون في المجال المتخصص مثل إدماج المنظومة التقافة الوعي في المدارس ابتداء من الطور الابتدائي ابتداء من الطور الابتدائي كنت أقول إلى غاية الطور النهائي ومن هذا المنبر أدعو الشباب الجزائر أن يكون يوم 7 سبتمبر وبقوة في مراكز الاقتراع من أجل مرشح الشباب عم تبون لنضع يدنا في يده من أجل جزائر مستمرة وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول لكم المجد والخلود يشهد إنا الأبرار سلام موسيقى اشتركوا في القناة